الخطيب ده يماعة عنده احكام الزول خطب امرأة ده بترتب على احكام اول شي مبجوز لغيره ان يخطب هذه المرأة ما علمه زول مرأة خطبها خلاص خطب واحدة التاني مبجوز لشنو نجي خاشي ده رخطب واحد اثنين هذه الخطوبة هي مقدمات للزواج للعقد والزواج واحكامها ليست مطابقة تماما لاحكام العقد يعني تبع التعاقد تاني خلاص بقى زوجتك تاني ايش حلال ايش حلال بالنسبة للشي الحلال يعني لكن مخطوبة ده عندك حد معين مخطوبة دي جيت سالت منا وكذا وكذا من بعيد سلام عليكم وعليكم السلام وهو الى خير وشافتك وشفتها وخلاص ده تنظر ليك وإيه تتنظر ليه بعد داكل لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ده الموضوع لكن تاني مافت كل يومين شايل لك كيسموز وماشي أنا دار ألاقي خطيبتي يا وده الموض ده بيزلكون التلموض جايبوا ليه شايل لموز وماشي خطيبتي وإيه ويدون يقول لك الزول خطيبة قاعدين في الحوش بغادي براون يقول لك ده خطيبة وغايته بتونسوا بيشاوروا في موضوع العرس وتاني بعد يومين ثلاثة بيشاور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما والخطبة دي كونه ده خطيبة ده أجنب عنا إلى الآن إلا بعد يعقد مما يعقد زوجتك وقبلت أو أي صيغة بعد ذاك تاني سوق إن شاء الله مش تجيبه موز إن شاء الله تاكلوا دوم سوا ما بزول بيزلكم أجروا على الدفانت أو ماذا وتعالوا سوا وكذي وامشوا أقعدوا ما بزول بيزلكم شاء الله تركبوا البحر تدعوموا سوا لكن بنايت خطيبة ساي أخي تاكلوا لقا شا سوا ودي تضربوا في كتفه ودي يدها في يده واخدتها في يده في كتف وماشين سوا وتعاصروا نقول لك ده خطيبته يا خطيبة دي ما مكرة يمكن ما عجبتك خليها يمكن مكرة تخليها قول لي خطيبتي يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث عند التبران وفي البيهق عند البيهق أيضا والذهب وفي صيح الجامع من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ساي ماشين ساي وقل لك لا يا مولانا اتو نيتكم كعبة جاء الزول ما في نية كعبة وانا هذا جنبنا ناس رجال اتو النية كعبة وين وقاعد جنبه ومتلصقين ويضربه وتضربه وقل لك نيتكم اتو كعبة واتو نيتكم سمحة وكذا الزول النية سمحة بيعمل كذي النية كعبة ده باقي لك بيعمل شنو والسمحة النية سمحة ده بالاخبتة كذي النية كعبة يعني يعمل شنو والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فالمخطوبة مبجوز تصافحة مبجوز شوف بعد النظر الشرعية مش كل يومين تجد شوف والله دار شوف أضانة يعني أضانة كبرت يعني لا الله قالوا شعر ده يمكن باروكة خلاص ما شفت أول مرة خلاص تاني في شنو ده كل يومين ده يناطي وانا كذي يزول تعالي لجبل مازون يعقدوا ليه كون تاني سوقة تاني وشوفوا بعدين فتوا وشوفوا هنا شوفوا الموضوع الحاصل لكن تقول تلفوا دور المخطوبة دي حكمة حكمة أجنبية في شرع الله سبحانه وتعالى بعدين البيت زاتة إنت تختار بيت صاحب الدين مش بيت تجوبك لك زي تمشي البيت سوق إنت تعبان مش تجي تلقى يا ظل وعليه الصحابة دي كان عندهم غيرة والله في رجل تزوج في المدينة وكان شاب وكان الصحابة بيحفروا الخندق حديث بسعيد الخدر رضي الله عنه الصحابة بيحفروا في الخندق معاون النبي صلى الله عليه وسلم والشاب دي الزوج جديد بعيدا من جاء راجع الرسول الداوح أربع صلى الله عليه وسلم ليحمي بها نفسه يعني بعد الله تعالى من شرار يعني الكفار وأهل الكتاب الآخري فلما انجاه مزوج جديد لقى زوجة بره بر البيت ولابس الزي الشرعي ومحترم ويشي لكن من شدة غيرته رفع هذه الحرب وأراد وصوب تجاهها أراد أن يضربها فقالت على رسلك قالت ليه على رسلك أصبر شوية أدخل فانظر من الذي في الدار قالت ليه تماتي استعجل خذ شفل في البيت شنو فدخل قال أبو سعيد الخدر رضي الله عنه فدخل فوجد ثعبانا عظيما فوق فراشه هدى جن جن من الجن وتمثل في صورة شنو ثعبان قال أبو سعيد الخدر رضي الله عنه فرماه الشاب فلا ندري أقتله أولا أم غارت عليه الجن فقتلوه كتل الثعبان هو الجن بعدين الجن غاروا على شنو كتلوه الشاب ده قال فلا ندري أقتله أولا أم غارت عليه الجن فقتلوه فعشكين رسول عليه الصلاة والسلام بيّن لون أنه أزول الشهل بيشوفه غريب في بيته كديس غريب ولا حاج سعبان ولا كديس بعدين بينذروا تلاتة بعد تلاتة ينذروا تلاتة بعد ذاك تاني شنو إذا ضربوا حتى لو جن ما بضره ما بضره فالقصة دي من فوائدها أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أغيار الناس كانوا أغيار الناس فلما رأى زوجته خارج الدار صوب إليها بحربته وذا سيته وتمشي تزوجه ما عندها دين واخلاق واش بتلقاه خارج الدار وإن شاء الله تلقى الدار ذاته الدار ذاته إن شاء الله تلقاه والله وأبناء الدار فالموضوع بطول فتختار صاحبة الدين والخلق تمشي بعد ذلك تمشي الرؤية الشرعية انت قال لو ما فصلا زي شرعي كان بيكون في رؤية شرعية وقد تكون فيه لكن في النهاية دا يوريك شارع على إنه الزي الشرعي الزي الشرعي إنه المرأة قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لأنه المرأة محجبة عشان كذي الرؤية الشرعية في الخطبة بتمشي بترى رؤية شرعية وإلا لو كان أصلا إن المرأة تبتقعد معاه وشايفة في وشة وشايف وشة ومرات الطرحة ترخية مرات قاصدة ترخية وترمية ومسائب تانية ومرات غير قاصدة فأصلا ما كانت تحتاج لها رؤية شرعية دا في الغالب لكن لأنها هي على الزي الشرعي فلذلك أنت تذهب وتطلبها وتنظر إليها وتنظر ما يدعوك إلى الزواج بها ثم بعد ذلك تشرح في بقية أحكام الزواج نحن نكتفي بهذا القدر وإذا مدى الله في الآجال الناس تأتي وتواصل في نصح المسلمين جزاكم الله خيرا على حسن السماع بارك الله فيكم السلام عليكم